بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وأنعم وبارِك على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام أحبة الأكارم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته لازلنا نتحدث عن نعيم الجنات وربنا سبحانه وتعالى يقول وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين يقول ربنا حال تحدث عن المتقين في الجنة وفتحت أبوابها بخلاف حديثه عن الكفار في جهنم والعياذ بالله تعالى فتحت أبوابها لكن هذا التعبير مع المتقين وهم في الجنة وفتحت أبوابها يوحي بأن الجنة مهيئة يوحي بأن الجنة في زينتها وأبهتها في جمالها مستعدة للقياهم مستعدة للقيا المنعمين الطائعين الصابرين الصادقين المخلصين المخلصين بل إن هذه الجنة في صورة من صور النعيم هي التي تقترب من عباد الله الصالحين تقترب منهم نعم تقترب منهم اقرأ في صورة قاف وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد أزلفت يعني اقتربت كان من الممكن أن يقال في غير القرآن وأزلف عباد الله المتقون من الجنة أو للجنة إنما في القرآن وأزلفت الجنة يعني اقتربت الجنة بإذن مولانا سبحانه وتعالى اقتربت الجنة من المنعمين هذا المنعم لا يجد تعبا لا يجد نصبا حتى بمجرد أن يصل إلى الجنة أو أن يخطو إليها خطوات وإنما النعيم هو الذي يأتي إليه اقرأ في صورة الإنسان يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها لم يقل منها عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا وبعد آيات يقول ودانية عليهم ظلالها وزللت كطوفها تزليلا الفواكه النعيم الطعام اللذات هي التي تأتي إليهم هي التي تقترب منهم وهو متكئ على أريكته لا يتعب نفسه في أن يقوم ثم يتناول هذه الفاكهة أو هذا النعيم لا هي التي تقترب منه وتدنو وتدنو ودانية عليهم ظلالها وذللت كطوفها تزليلا ما هذا الجمال هذا في الجنات هذا ما أعده لك مولانا سبحانه وتعالى أيها الطائع أيها الصابر أيها العاب يا أهل الجنة هل رضيتم تمتخيل مولانا سبحانه وتعالى يقول لأهل الجنة هل رضيتم فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول الله بلى أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا يا رب خذ بأيادين إليك أخذ الكرام عليك هذه الجنات فضل مولانا سبحانه وتعالى ليست بأعمال وليست بمهارة كما نقول لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحد منكم الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل أحبة الأكارم إن هذه الجنات التي قال فيها مولانا إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جنات ونعيم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في ظلال وعيون إن للمتقين مفازة هذه الجنات تستحق منا عملا مجاهدة صبرا مصابرة طاعة كيام ليل أكل حلال قربا من الله وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة